موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني علي الفعوري تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعدنا نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد شذايا وجع أندلسي أنا المسافر لا أرصو إلا على وجع مسترس للقدم أعيذها زفرة من حر مفتقدي بها أجوب محال الفقد والسقم يا خائط العلم العلوي في جسدي خطني فصولا وعر الأرض من ندمي وخلني واحدا يربو تعدده على ضمئن على الضمن سيصيب الأرض من حلمي يعطي فصولا إذا شاخت براءتها شرعية من حريق الشعر في قلمي شام على خد أعوامي تراودني عنها القوافي وما في العمر من هممي يبلى بها العمر والبلوى منوعة وينهض الشعر من ردمي ومن رممي الليل يا ليلة العاتي أقايده نبذا بنبذا فهل ينجو به كلمي كان المساء على زندي يرافقه جرحان من لهب ضاو ومن نغمي ممشاهما قدر في كل أوردتي أعطاهما العمر من سري ومن حممي يجتاحني مصد الحلاجي صيحته أقول للشعري يا جبار فانتقمي أنت بقايا من غيم يعاودني أروح فيه شتاتا غير منسجمي لولا الحنان إليها ما صف زمني يا جرحها الغذة بالتذكار فالتحمي يا راحة اغتنمي نارا على كبدي خضراء يشرب من إشعاعها ألمي نار خرائطها موصولة أبدا نار كما قدري مخبوءة بدمي أقسمت بالشعر أيمانا مغلظة أني على أرضها لم تلتئم قدمي يا أم قلبي تعرى الجرح في سحر وصاح من داخلي كالمارد العرمي أو قط قافيتي جرحا وأغنية لها صداها فخل الجرح ينفقمي ما بين نجميك أعوامي مسافرة ما بين نجميك أعوامي مسافرة مرتجة تستجير الله من نسمي تاهت رباكي على نبضي وقافيتي بيني وبين الربا أنياب ملتهمي ثم انتهى وجع لم يخب عاصفه إلا لتنجلي النيران عن ظلمي بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي هذا كتابي أنا محدثكم الدكتور أنور الشعر من الأردن ناقد أدبي وشاعر ورواي المشاهدون الكرام أما قبل فوافر الشكر والتقدير أسجيه إلى محطة الرافدين الفضائية وبرنامجها الثقافي المميز فضاءات على احتضانها العديد من الفعاليات الثقافية واهتمامها بالإصدارات الجديدة أما بعد فقد صدر كتابي هذا الموسوم بتفاحة الصهيل عن دار الخليج للنشر والتوزيع والكتاب مجموعة شعرية يحتوي على عشرين قصيدة تنوعت مناصفة بين شعر التفعيلة والشعر العمودي أو شعر الشطرين وتضمن الكتاب شهادة إبداعية قدمها الشاعر علي الفاعوري في حفل توقيع رواية تقاسيم على جدار الوهم وزينا غلاف الكتاب لوحة فنية جميلة ومعبرة من إبداع الفنان التشكيلي المهندس محمد الدغليس تم اختيار عنوان الكتاب تفاحة الصهيل وهو عنوان القصيدة الأولى في هذه المجموعة ويمكن القول إنها تمثل الرؤية العامة والإطار الموضوعية لجل قصائد المجموعة التي تتمحور في معظمها حول قضايا الوطن بشقيه فلسطين والأردن ولم يخلو الديوان من قصائد في أغراض أخر من مثل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف الطبيعة وبعض السلوكات الاجتماعية وتزداد أهمية صدور هذه المجموعة الشعرية في هذا الوقت بما تتضمنه من قصائد وطنية تشحد الهممة في ظل الظروف التي تمر بها أمتنا والمتمثلة بمعركة طوفان الأقصى المجيدة في السابع من تشرين الأول لهذا العام وما لقيه العدو الصهيوني من هزيمة النقراء وإذلال لجيشه من قبل أبطال المقاومة في غزة العزة والكرامة مما دفع بالعدو إلى الانتقام من المدنيين أطفال وشيوخ ونساء فتأتي قصائد هذه المجموعة لتبث الأمل بالنصر في نفوس الأمة أبناء الأمة ولتقول لهم إن الاحتلال شيء عابر سيزول عما قريب ومن قصائد هذه المجموعة سأقرأ فقرة من قصيدة تفاحة الصهيل يا بسمة الصبح الجميل أشرقي يا مهرة تأبى الهوان تهوى الوغى وتعشق الأبطال والفرسان هيا أقبلي مثل نسي من باسم الثغر فتشعلين في الصدر رحيق حلمنا لم يتبدد بسيوف الغادرين هيا يرسميني مثل نسر باسق يهوى العلا ويعشق الشمس ويحنو في الذرى على اليمام واسقي فمي ماء وشهدا وخذي تفاحة الصهيل من دمي وقشريها بنصال الوجد وارقبي شعاع الفجر وانثري مجازك العلي مثل در واسكبي في راحتي شهد الكلام وأشعلي جمر القصيدة التوارت خلسة خلف زحاف الطي في بحر الظلام فالليل سادر تمطى بظلامه وظلمه يعانق الجرادة مثل الخب في ظلال خذنه دنى وأشعل الزمان والمكان نارا ولضا واسقي فؤادي من شفاه الياسمين رشفة قصيدة تقلق حيتانا تشق البحر تيها ليمر يختها امرأة القرصان وأيقظي نرجسة الفجر لتشهد عتاق ظلنا يشد ترانيم الزمان القادم يرنو لديمة تموج في أقبية دامسة تسلمها إلى صراب ورمال شكرا لكم والآن فلنتابع سوية هذا التقرير الثقافي يمسك المقاتل سلاحه ليقاوم ويمسك الكاتب قلمه والرسام بريشته ليرسم وجه الاحتلال المظلم أما الفنانون التشكيليون فيجمعون بين هذه وتلك لنحصل على منسقات تجمع بين اللوحة والكلمة فينتج عنها سلاح يقاتلون به العدو والغاشم حقيقة المنصق لعب دور مهم في الثورات والشعوب عبر التاريخ وحتى في الحروب وقبل ما تتطور هذه الوسائل الطباعة كان الفنان أحيانا يكون على الجبهة ويكون بالتصميم وطباعة سواء خطا أو رسما أو خلال الحفر والطباعة عكست هذه المنصقات حرب الإبادة على غزة وفضحت وعرت العالم الغربي الذي يكيل بمكيالين ولم يرى إلا بعين واحدة لذلك هذا المعرض شهادة مهمة ونقول أخيرا شكرا لغزة التي فجرت قريحة زمينة فنان عمر الدور الذي أنتج هذه المنصقات الجميلة شكلا ومضمونا ملصقات ملأت جدران معرض إطلالة الويبدة والذي يقع في العاصمة الأردنية عمان ضمن ندوة بعنوان الملصقي ودوره في المقاومة حيث بين وجه الثبات والنضال تارة ووجه الفقد والحزن تارة أخرى شيء طبيعي يعني لازم الفنان يكون فيه إلى دور أو مساهمة في هذه المعركة وأنا بسميها المعركة لأنها معركة طويلة الأمد ودور الفنان يعني أنا دائما بتحدث أن الفنان يجب أن يكون له رسالة وخير رسالة اللي منقدمة له خدمة للوطن خدمة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه وأكبر يعني أو حدث بيحصل الآن هي قضية غزة غزة التي تباد وتحاصر من كافة دول العالم ومع ذلك غزة صغيرة اللي بشوفوها القدة يعني إش كبير فهذا الكبر بيحتاج هذه الضخامة من العمال يحتاج إلى كل الفنانين أنهم يقوموا ويقدموا ويعملوا ويكونوا يد واحدة الفنان دوره الآن الحقيقي بيبين في هذه اللحظة أو في هذه المعركة وهذه معركة وإن شاء الله منتصرين يثبت الفنان وجوده في الساحات عبر هذه اللوحات والملصقات ليختصر قصة من ألف كلمة بملصق واحد تفهم مغزاه منذ اللحظة الأولى لرؤيته فترى إيمان المقاومين وشراسة الاحتلال ودعوات الأهالي لوضع نهاية لهذه المآسي قصة في كل ملصق هذا ما لخصته ندوة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فكل ملصق هنا يحكي حكاية أشخاص حقيقيين أشخاص أثنوا حياتهم فداء للأرض المقدسة لبرنامج فضاءات مريم الجميلي عمان أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني علي الفاوري فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد علي أهلا بك سيد علي ضيفا على فضاءات والرافدين شكرا لك وشكرا لفضاءات وشكرا لمحطة الرافدين العريقة حياك الله حياك الله ثوري الحرب الصهيونية الظالمة على غزة وغياب العرب تعيدني إلى ما قلت في ديوانك الأول مقام الضباب قلت في حينا أجد التآلف والقرابة والنسب في حينا أجد العجب لكنني يا أنت لا أجد العرب أين العرب والله يعني الحقيقة هذا السؤال الإشكالي يا أخي الكريم الوجع العربي الآن يعني أعتقد مع هذه الهجمة الظالمة الهجمة الشريسة على أهلنا في غزة أعتقد بأن الوجع العربي بلغ أوجه وبلغ ذروته السؤال أين العرب الحقيقة الإجابة عليه إجابة أعتقد بأنها أكثر وجعا مما نحن عليه العرب باعتقادي يقفون موقفا غير محمود أين العرب؟ العرب على الخارطة أو على الخريطة لكن يعني برأيي في هذه الهجمة تحديدا وفي هذا الصراع الصهيوني يعني في هذه الحالة العربية المتشضية أنا لا أطلب أن تقوم جيوش وتذهب لحرب إسرائيل لكن على الأقل على يعني بأضعف الإيمان نعم أن يكون هناك إجماع عربي وهذا ما لم يكن الحقيقة في هذه ورأيناه في هذه الحالة العربية أو في هذا الصراع الأخير أو في هذه الهجمة الشريسة الوحشية على أهل غزة رأينا أن العرب الحقيقة كانوا في ثلاث أو يعني ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب منهم من يعني تماهى مع الدور الصهيوني أو مع النداء الصهيوني بضرورة كبح جماح هؤلاء الثوار ومنهم من يعني حاول أن يأخذ العصى من منتصفها فكان ينادي بهدنة لوقف هذا السيل من الدماء نعم ومنهم الحقيقة من يعني كان غائبا تماما ولاذ بالصمت هو كأنه يعني غير موجود يعني الحقيقة هذا ما جعل الموقف العربي الآن في هذه المرحلة موقفا موجعا لأنه على الأقل كنا نحتاج أنت تحدث الآن عن الموقف الرسمي كنا نحتاج على الأقل نعم أنا أتحدث عن المواقف الرسمية لأنه كنا نحتاج على الأقل إلى إجماع عربي أو موقف عربي موحد وهذا ما لا نراه في المواقف العربية في الثلاثين سنة الفائتة على الأقل هناك تشظم يعني أو هناك تشظي عربي الحقيقة قادنا إلى ما نحن علم يعني كلهم عندما تتحدث أو تتحاور معه سواء كان مسؤول رسمي أو مواطن من هذه الأمة يقول لك دائما يعني يعني يستجلب المقولة التي تقول أكلت يوم وأكل الثورة الأبيض نعم لكن على الواقع لا يفعل شيئا نعم ويعني وكأننا ننتظر دورنا نعم وكأننا يعني كلنا يعرف مآل هذه طيب لما يعرف أنه هو الأولى أكل يوم وأكل الثورة الأبيض لكن لماذا لا يفعل شيئا لأنه كما ذكر يعني قلت لك يعني نحن الآن غير مهيئين نعم العرب غير مهيئون الآن لسحب جيوش أو أو يعني خلينا نقول قيادة جيوش لمحاربة إسرائيل ولكن يعني على الأقل عندما كنا نرى أن هناك مواقف عربية موحدة نعم غير متشضية كان يعني على الأقل هناك موقف مؤثر للعرب حتى على الصعيد الدولي نعم الآن حتى على الصعيد الدولي لم يعد ذلك الموقف المؤثر للعرب لأنه يعني الدول الكبرى والدول العظمى استطاعت استمالة بعض للأسف شديد بعض الأنظمة العربية تتعامل مع الموقف الرسمي نعم نعم طيب هذا الموقف الرسمي الآن لأسف ضعيف ومعروف الآن نعم نعم موقف المثقف العربي يعني كيف ترصده؟ يعني لا أجده بعيد كل البعد عن المواقف الرسمية هناك من ذهب من المثقفين مع المواقف الرسمية والتزم الصمت أو تماها مع موقف معين وهناك من ذهب مع المواقف الشعبية والتي نادت بالثورة ونادت بالحقيقة يعني أخذ زمام المبادرة للتأثير لفعل مؤثر فعل ما مؤثر والفعل الثقافي يعني من الأفعال التي أنا شخصيا أراها مؤثرة بشكل أو بآخر نعم لأنه يعني رأينا وعلى مدار هذا الصراع وصراعات حتى أخرى غير الصراع العربي الإسرائيلي نعم أو الصراع العربي الصهيوني رأينا أنه كان لشعر المقاومة ولأدب المقاومة ما كان له من أثر الحقيقة في استنهاض همم الشعوب وفي استنهاض همم يعني حتى بعض السياسيين وبعض القادة حتى يعني لهذا الفكر أو عفوا لهذا الدور الثقافي أثر كبير في تغيير حتى فكر بعض التوجه أو بعض الساسة ما مساحة الفئة المثقفة التي انحازت إلى طموح الجماهير الحقيقة يعني مساحة لا تكفي يعني مساحة لم تكن بالطموح لم تكن وفق الطموح أولاً ل يعني واسمح لي وبكل أسف أنا أقولها لغياب المثقف المؤثر المثقف النوعي المؤثر في فكر الجمهور حالياً فكر الجمهور طبعاً لهذا أسباب كثيرة يمكن يعني المجال لا يسمح الآن في الخوض بها لكن على الأقل يعني أو أبرزها ونحن نعلم الآن يعني أثر الأتمة ما يسمى بالأتمة والفضاءات الإلكترونية العديدة التي أصبحت متاحة للجماهير فابتعدوا أو ابتعد الكثير منهم عن متابعة يعني مثقفين مؤثرين نعم ديوانك الأخير أهش بها على ألمي النص القرآني حاضر في هذا العنوان يعني يعني يأخذنا إلى حديث رب العزو الجلالة مع سيدنا موسى عليه السلام عندما قال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية توقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى نعم سيدنا موسى كان يهش بالعصى أنت بماذا أتهش كما قد قلت يا أماه لما خانني ألمي كما قد قلت يا أماه لما خانني قلمي وحين استأجروا ذئبا لكي يسطوا على غنمي ولم أقصص على على الناجين من سجانهم حلمي وكنت يدي يا أماه كنت خطايا للقمامي ودون الناس كنت عصا أهش بها على الله إذن هي العم هي أكبر وأهم العصيم نعم التي هششت بها على ألام وأوجع كثيرة في هذه الحياة الحقيقة يعني اعترفت في هذه المقطوعة الشعرية بأن أمي عليها رحمة الله رحمة الله عليه يعني كانت من أكثر وأهم العصي التي هششت بها على أوجاع كثيرة وآلام كثيرة لكن هناك أيضا يعني تركت للمتلقي أو لقارئ هذا الديوان وتركت له بعد أن يبحر في قصائد عديدة من هذا الديوان يعني أعتقد بأنه سيكتشف بأن هناك بعض العصي الأخرى الثانوية التي استطعت بها أنا هشة على ألام كثيرة أيضا جميل جميل كثير من الشعراء سيد علي رجأوا إلى التناص مع الكتاب السماوي واستدعى النص واستدعى النص القرآني ما الذي يوظيفه النص القرآني للنص الشعري يعني شوف الحقيقة أنا يعني كقارئ مستمر للقرآن الكريم أقول بأنه يعني ما يحويه هذا الكتاب من إعجازة على الصعيد أولا على صعيد السردي أو على الصعيد السردي ولله المثل الأعلى وطريقة سرد الكثير من القصص القرآنية وطريقة استخدام المفردة الحقيقة يعني فيه العجب العجاب من العجاز الذي يشير إلى ما تحوي أو إلى قدرة هذه اللغة العربية على أن أن تكون قدرة على أن تكون لغة معبرة كما تشاء وكما تريد لكن السر في كيفية التعاطي والتعامل مع هذه اللغة وكيفية يعني الحقيقة إذا جاز التعبير خلينا نقول عجل هذه المفردات بطريقة أخرى ليطلع لتطلع منها أو لتخرج منها خبزا جديدا غير مألوف الأمر الآخر الحقيقة في قضية النصوص القرآنية المجازات المذهلة في كثير من الآيات القرآنية والتحدي الإلهي في العديد من الآيات القرآنية بأن البشر وحتى الجن الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لن يأتوا بمثله أو لن يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرة كما ورد في سورة الإسراء هذا الإعجاز وهذا التحدي الرباني يجعلك الحقيقة تذهب مع هذه النصوص القرآنية وأنا بالمناسبة أقرأ النصوص أو أقرأ في كتب سماوية أخرى أيضاً لكن الإعجاز القرآني تحديداً يعني ككتاب بقي محفوظاً بأمر الله عز وجل إذن إذن التناس مع النص القرآني في النص الشهري إذن يعطي قوة للنص الشهري لا شك قد لك يعني هناك من الإعجاز والإذهال حتى والدهشة ما يجعلك يعني الصحيح يعني تجعل منه المعلم الأول نعم نعم هل كل الشعراء استطاعوا أن يعني أن يستثمروا النص القرآني بشكل بشكل سليم في الشعر يعني بأعتقد العديد من الشعراء استطاع لكن لكن يعني للأسف أنه يعني يمكن يعني خلينا نقول يعني قلة قراءة القرآن الكريم عن بعض الشعراء جعلتهم يتكئون على قصص معينة أو قصص معينة نعم يعني وتكرر فأصبح تكرارها يعني تكرار غير محمود مستنسخ نعم قصة سيدنا يوسف نعم قميص يوسف نعم ونخلة مريم وإلى آخره كثيرا نعم نعم فأصبحت يعني الصحيح يعني مستنسخة فأعتقد بأن هذا هذا يعني الاستناد على هذه النصوص يعني ليست من باب قراءة متعمقة للنص القرآني ولكن هي استنساق كما تفضلت حضرتك من زملاء آخرين جميل حاز الديوان على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش لأفضل إصدار شعري في الأردن لعام 2023 يعني أنا أسأل إلى أي مدى يمكن أن تكون الجوائز الأدبية شهادات نقدية موضوعية للإبداع أعتقد بأن هناك يعني وإن كانت قضية الجوائز الأدبية يعني قضية أو هو تقليد غربي يمكن دخل حديثا إلى الفضاء العربي لكن أعتقد بأهميتها أنا أعتقد بأهميت هل يسببين؟ السبب الأول باعتقادي أن هذه الجوائز حين تكون من جهات رسمية وجهات يعني صاحبة علاقة وجهات ذات علاقة نعم يعني لها بعد إنساني أو حتى بعدين إنسانيين البعد الأول أنها تكافئ المبدع معنويا وتقول له بأنه هذا إنجاز أو هذا جهد مميز وهذا جهد تشكر عليه ثم أنها بعد ذلك تخلد اسم هذا المبدع هذا على البعد الإنساني على البعد المادي أعتقد بأنه يعني كانت سابقا كان الشعراء الحقيقة يعني وأنت تعرف يعني كان مصدر رزقهم من وراء الشعر من خلال امتداح الأغنياء مثلا في المعلقات وصلاة بعد ذلك نعم جاء يعني جاءت موضة امتداح الصلاطين والترزق الآن يعني هذا الأمر غير وارد ويعني غير منطقي ويعني يجد الشاعر يمكن نفسه يعني في موقف غير محمود إذا استخدم هذه الوسيلة فجاءت الجوائز ربما لتسد لا تسد يعني كل شيء لكن تسد شيء من نعم تسد شيء من هذا الباب فهي الصعيد النقدي أعتقد بأنه نعم نعم هي يعني هي قد تكون يعني في الغالب اعتراف نعم اعتراف بقيمة هذا المنجز لأنه من يمنح هذه الجوائز وخاصة أؤكد وأعود وأؤكد على أن الجوائز الممنوحة من جهات مؤترف بها من يمنح هذه الجوائز هي لجان الحقيقة بتكون متخصص غالب هذا يعتمد على الجهة التي تتبنى هذه الجوائزة نعم نعم نكمل بعد الفاصل سألالي معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني علي الفاعوري فاسمحوا لي أن أرحب ضيفي عوذي الكساب كنا نتحدث عن الديوانك الأخير أهش بها على ألمي نعم وفاز بجائزة رابطة الكتاب المدنين ومهرجان جرش وحضرتك قلت نعم أنه يعني هي شهادة يعني إبداعية موضوعية عندما تكون الجهة التي تتبنى هذه الجائزة جهة رصينة صحيح بالتأكيد هناك ديوان آخر أيضا فاز قبل هذا الديوان فاز بجائزة وهو ديوانك آيل للصعود حازة على المركز الأول في جائزة الشاعر الأردن المرحوم حبيب الزودي كأفضل ديوان شاعري لعام 2019 هذه الجائزة أسست بعد وفاة الشاعر حسب علمي نعم سؤال لماذا يعني بلدان العربية لا تؤسس جوائز لمدعين أحياء لماذا تنتظر الدول والمؤسسات حتى يرحل المبدأ ثم تؤسس جائزة باسمه يعني لا يمكن يكون جوائز بأسماعي والله يا أستاذ محمد أنا أحيل معك هذا السؤال إلى الجهات المعنية إلى المعنيين الحقيقة يعني نادينا كثيرا بأن يكرم الشاعر في حياته نعم أو المبدع بشكل عام في حياته ولا أقول أنه يعني لم يلتفت إلى هذا المطلب لا بالعكس يعني هناك يعني بعض الالتفاتات وبدأت يعني ومن خلال الجوائز التي تفضلت حضرتك وذكرتها لكن للأسف الشديد أن هذا الأمر غير كافي نعم وحتى جائزة الرابط الكتاب يعني هي بصرات باسم سليمان المشيني وهو المرحوم أيضا متوفي متوفي يعني نادينا بذلك وننتظر الحقيقة أن يسمع هذا الصوت نحن قرعنا هذا الجرس أو علقنا هذا الجرس نعم ونعمل أن يكون هناك فعلا يعني التفات نعم لهذا الأمر لأنه مهم جدا أنا باعتقادي تكريم المبدعين نعم الذين ما يزالون على قيد الحياة له أثر كبير جدا نعم معنويا على الحقيقة يعني الالتفات إلى منجز هذا المبدع نعم من خلال منح جائزة تكون باسمه وهو على قيد الحياة ويكون هو من المكرمين أثناء تقديم هذه الجائزة ويقوم هو تقديم في الحقيقة سيكون لها أثر عظيم جدا نعم على نفسية هذا المبدع أنا أتمنى وأنا أقول يعني معك كما قلت لك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحقيقة العناوين يعني مدهشة مثيرة عنوين دووينك يهش بها على ألمي آي للصعود مقام الضباب والديوان أزرق مما أظن هل يعني تتأنى كثيرا في اختيار العنوان بالتأكيد بالتأكيد شوف يعني أعتقد أعتقد بأنه يعني العتبة و حضرتك شاعر يعني محلق والله يبارك بك يعني أستاذنا الجميل يعني العتبة ولا أضيف جديدا حين أقول بأن العتبة هي من أهم مداخل الدهشة إلى الشعر نعم سواء كانت عتبة الكتاب أو المؤلف أو الديوان الشعري أو المجموعة الشعرية أو حتى أسماء وعناوين القصائد داخل هذه المجموعات الدهشة في الشعر هي أساس الانجذاب إلى إلى متابعة النص الذي تريد أن نعم الإقراء للمتلقي نعم نعم هذه الدهشة إذا لم تبدأ من العنوان المنحوط من هذه اللغة فأعتقد بأنها يعني لن تكون مغرية بما يكفي إذا تتعب كثيرا في النحط لا شك لا شك لا شك يعني أعتقد بأن العنوان من أهم نعم عتبات الإغراء للمتلقي جميل شاركت في العديد منها البرامج الإذاعية والتلفزيونية محليا وعربيا على قلة البرامج التي تعنى بالأدب في الأعلام العربي لكني أرى أنها يمكن أن تقدم تعريفا بالأديد كيف كان إن أكاس هذه المشاركات على المتلقي والله يعني كما تفضلت سيد محمد يعني هو يعني هي تسهم لحد كبير في التعريف نعم بالمبدع على الأقل يعني في خارج حدود الوطن يعني تحديدا أعتقد بأنه يعني المشاركات خارج حدود الأردن كان لها دور كبير في التعريف ب علي الفعوري كشاعر يعني ربما تكون غير كافية في نعم الأحوال العربية التي نعيش الآن لكن لها دور كبير لها جميل دور مهم جدا حضرتك أيضا يعني احنا تحدثنا عن حضورك كضيف الآن تحدث عن حضورك كمعيد ومقدم البرامج أنت اشتغلت على هذه التجربة في يعني أددت وقدمت مجموعة من البرامج ثقافية لعدة محطات يود أن نطلع أو نطلع جمهورنا على هذه التجربة في هذا الميدان الإبداعي كيف كانت والله كانت تجربة جميلة وتجربة متعبة نعم في نفس الوقت أو في آنم العمل الحقيقة في المجال الإعلامي عمل مضمي وأنا يعني أقول الآن وأنا أجلس أمامك كضيف كان الله في عونك الله وأنت يعني الضليق في هذا العمل ومضيت سنوات طويلة نعم يعني أنا خدت هذه التجربة الحقيقة بعد إغراء أو إغراءات عديدة من زملاء كثيرين عاملين في هذا المجال العمل ممتع العمل الإعلامي أو العمل في هذا المجال ممتع وإن كان يعني عملي محصورا في تقديم البرامج التي تعنى بالمجال الثقافي والمجال الشهري فعملت على أعداد مجموعة من البرامج كان يعني آخرها برنامج للإذاعة الأردنية سيبث قريبا نعم برنامج يتحدث عن القصيدة المغنى القصيدة العربية المغنى ويعني نرجو يعني نصلى كيف آلية البرنامج نوفق يعني البرنامج يتحدث يعني نأخذ في كل حلقة نتناول قصيدة نعم من القصائد التي تم تلحينها وتم يعني تقديمها للجمهور نعم من خلال واحد من كبار المطربين وهي قصائد كثيرة كما تعرف حضرتك ويعرف الأخوة طبعا أكيد المشاهدين وهذه القصائد العالقة في أذهان ونركز يعني حاولت أن نركز على القصائد التي علقت في أذهان قصائد العربية الفصيحة الفصيحة نعم الفصيحة بدأنا بالفصيحة وسنذهب بعد ذلك إلى بعض القصائد أو خلينا نقول الأغاني التي قدمت باللهجة المحكية نعم ذات طبعا التي تركت أيضا أثر وقيمة في المتلقي أو في المستمع العربي سنبدأ بالقصائد الفصيح نعم ونقدم هذه النماذج من خلال تعريف المشاهد نعم على الفضاء الذي خلينا نقول يعني تمت أو تم من خلاله تحويل هذه الكلمات أو هذه القصيدة إلى مشروع غنائي بلغنا ووصلنا بهذه الصورة وعاش هذه السنة منها ما استمر يعني يعني ممكن تستضيف الشاعر أو والله إذا كان ما زال على قيد الحياة نعم لكن بدأنا ببعض القصائد التي الحقيقة يعني مضى عليها سنوات نعم سنوات طويلة نعم لأن أردنا أن نشير أردنا أن نشير إلى سبب مهم جدا نعم أو أسباب أو إلى خلينا نقول زاوية مهمة جدا وهي أسباب الأسباب التي أدت إلى أن تبقى هذه الأغانية أو القصائد عالقة في أذهان الناس وتردد حتى يومنا جيمي الحضرتك شاركت في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية المحلية والعربية ويعني ونشر الكثير من إنتاجك الشعري في الصحف والمجلات المحلية أيضا والعربية يعني بيودي أن من خلالك يعني كيف ترى مساحة الإبداع في المشهد المشهد الثقافي الأوردني والعربي يعني الحقيقة يعني الحديث يطول في هذا الأمر لكن باختصار شديد أنا أنا أرى أن رغم كل العوائق وقد يعني أذهب إلى أن أقول أنه رغم الضبابية في بعض المشاهد الثقافية العربية إلا أن المشهد الثقافي العربي والشعري على وجه الخصوص بخير نعم الحمد لله يعني القصيدة العربية يعني كيف وصلت إلى هذه القناعة أنا وصلت إلى هذه القناعة من خلال وجود العديد من الشعراء المبرزين نعم والحاصلين الحقيقة على يعني أو الذين يحتلون مكانة ومراكز ثقافية حتى على المستوى العالمي نعم عالية سواء من الشعراء الموجودين حاليا أو حتى من الشعراء الذين غادرون عليهم رحمة الله لا تركوا تركوا القصيدة العربية بخير ومن ورث أو حمل أو حمل هذا الإرث نعم أرى أنه منه الكثير من من يحافظ وسيحافظ على هذا الإرث وستبقى القصيدة العربية على الرغم من الكبير من الأدب الردي الذي يطرح الآن لا شك في المشهد العربي قلت لك هناك أنت متفائل نعم أتفق معك هناك الكثير من الضبابية في المشهد الثقافي العربي لكن ما يخدمنا حقيقة في هذا الأمر وجود متلقي عربي مثقف وجود مسلم عربي ومتلقي عربي مثقف يستطيع بأمانة أن يميز بين الغث والسمين هذه حقيقة مجاملة لا 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 أنا أقولها حقيقة وعلى شاشتكم ويعني للأمانة هناك 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 مستمع عربي يستطيع أن يميز بين الغث والسمين وإن كان يعني زي ما قلت وتفضلت حضرتك وأنا أتفق طبعا تماما معك بأن هناك الكثير من الغث المطروح في السوق لكن هذا لا يعني بأن البضاعة الجيدة ستبور جميل قرأت عبارة الناقد الأردني محمد سمحان وهو معروف عنه طبعا صارم في نقده لا شك ونرسل له التحية من خلالك قرأت له عبارة في مقدمة ديوانك الأخير أهوش بها على ألمي يتحدث عن الموهبة فيقول تعلمك حرفة الدهان وخلط الألوان واستعمال الفرشات لا يصنع منك فنانا تشكيليا نعم صحيح ويقول وشتان ما بين الدهان وهو ما بين الفنان والدهان نعم نسمع رأيك في هذا والله أولا تحياتي لأستاذنا الكبير الأستاذ محمد سمحان وأنا طبعا أتفق تماما يعني شتان شتان بين الدهاني والفنان وهذا يعني يعيدنا إلى المربع الأول في سؤالك السابق أنه هناك الكثير من الغث في السوق الكثير من الغث يعني أعود وأؤكد بأن الكثير من الغث لا يعني أن تبور البضاعة الجيدة نعم ووجود والرهان الرهان أعود وأقول بأن الرهان على المتلقي نعم ويمكن يعني أقولها باللهجة الأردنية المحكية الشمس ما بتتغطى بغرباء نعم يعني ولو حاول البعض أن يضع غرابيل كثيرة على شموس ساطعة لكن أعتقد بأن وما أكثر حملة الغرابية نعم نعم كثيرون لكن لم لم وأعتقد لن يستطيعوا بجزم قاطع لن يستطيعوا أبدا حجب هذه الشموس فالصوت الشعري الحقيقي أنا برأيه يستطيع أن يصل قد يبذل مجهودا مضاعفا نعم قد يحتاج إلى بذل مجهود مضاعف في ظل هذا الغف نعم الموجود لكن بالنهاية يعني أنا أعتقد ويعني عندي قناعة من خلال يمكن تجربتي أنا الشخصية نعم وتجربة العديد من من الزملاء أصحاب الأصوات العالية مثال حضرتك والعديد من الزملاء الذين يعني أسجي لهم كل التحية من خلال هذا البرنامج المقدر حقيقة لنا جميعا أنا أقول بأنه لا بالنهاية لا يصح إلا الصحيح الموهبة هي الحكم الموهبة ستطغى وأنت شعر مجهد يا أسد علي شكرا لك ما شهدناه ونشهد بما هو حق شكرا لك شكرا لك يقول أيضا محمد سمحان الشعر ما يبعث على الدهشة والانبهار إنه نوع من الجنون المعقول والانحراف وعدم السوية في التعبير الذي يشدك بخروجه عن الرتابة وإذا تعقلنا الشعر فسد نعم يعني هنا أقف عند الآخر عبارة من من هذا القول يعني كيف ممكن للعقلنا أن تفسد الشعر أنا أقول بأن الشعر هو الصنف الأدبي يمكن الوحيد نعم الذي يحتاج أن يبتعد دائما عن الحقيقة كلما اقترب الشعر من الحقيقة كلما ابتعد عن الشاعرية نعم والعكس صحيح وأعتقد هذا ما ذهب إليه الأستاذ أنت تقصد وصف الحقيقة كما هي نعم أنا أقصد يعني أن الشعر بلا دهشة هو عبارة عن يعني نص خالي من من المفاتيح الجميل أو المفاتيح الحقيقية للجمال جمال القصيدة في ابتعادها عن الحقيقة جمال القصيدة في ابتعادها عن العقل كما ذكر الأستاذ محمد كلما استطاعت القصيدة أن تذهب إلى عوالم مجنونة أكثر نعم كلما استطاعت أن تدهش أكثر وكلما استطاعت القصيدة أن تدهش أكثر كلما استطاعت أن تبلغ سماوات أعلى نعم فاقتراب الشعر من الحقيقة الحقيقة للأمانة أنا أتفق تماما بأن اقتراب الشعر أو النص الشعري من الحقيقة يفسد هذا النص تماما كما يفسده العقل وأعتقد بأن ما ذهب إليه الأستاذ محمد وما قصده أو ما عناه في هذه العبارة هو اقتراب النص الشعري في هذه الحالة كيف نتعامل كيف نتعامل مع جمهور متوسط الثقافة إذا جنحنا إلى هذا الأسلوب بطبسيط المفردة وهذا ما ذهبنا إليه أنا الحقيقة كنت أنتبه إلى هذه النقطة فأنا لا أفلسف المفردة أو لا أعمق المفردة أو لا أقعر المفردة أحاول جهدي أن أذهب أو أخذ الدهشة إلى قضية المجازات الحديثة أو الحداثة في توصيف مواقف معينة بمجازات جديدة لكن دون تقعير في اللغة ودون تعقيد دون أن تضطر المتلقي أن يلجأ إلى قاموس بالضبط بالضبط تبسيط المفردة هو ما يجعل المتلقي حتى يتقبل هذا النص بأريحية أكبر جميل سعدنا بحوارك شكرا لك الشاعر المجيد المبدأ سيد علي فعوري شكرا لك شكرا لك شكرا لك وأمنياتي دائما بالتوفيق لهذه المحبة بأولي حضرتك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة